وعقد خادم الحرمين الشريفين البلك سلبان بن عبدالعزيز السعود جلسة مباحثات مع الرئيس أسيس أفورقي رئيس دولة إريتريا وجرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بالسعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الخارجية عادل الجبير ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان الوزير المرافق والقائم بالأعمال بالنيابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا الدكتور عبدالله الشريف كما حضر كذلك من الجانب الأريتري الوفد المرافق للرئيس الأريتريا ترجمة نانسي قنقر